كشفت صحيفة الجاردين البريطانيان نقابة عن فضيحة جديدة تتعلق بالملابسات المشبوهة التي تحيط بنيل قطر حق السضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهو ما يمكن أن يعزز أصوات المطالبين بسحب تنظيم البطولة واستعرضت الصحيفة مجريات جلسة عقدتها محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية وكشف خلالها عن أن نائبا سابقا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد تقاضى رشوة بقيمة مليون دولار أمريكي من نظام قطر مقابل تصويته لصالح ملف الذي قدمه نظام الدوحة لاستضافة المونديالا وشرت الجاردين إلى أن شهادة استمعت إليها المحكمة خلال الجلسة تثبت أن خوليو جرانونة الذي كان بجانب منصب الرفيع في الفيفا رئيسا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أيضا قد حصل على الرشوة من النظام القطري لشراء صوته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بهدف ضمان أن تغرب كفة الدوحة على كفة منافسيها الولايات المتحدة وأستراليا واعتبرت الصحيفة البريطانية أن هذه الشهادة تشكل أحد أقوى الأدلة التي تثبت أن التصويت المتعلق بمونديال 2022 كان موصوما بالفساد وشددت على أن طاعون الاتهامات المتعلقة بدفع الرشا يكتنف ملف حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022 منذ الإعلان عن هذا الأمر في ديسمبر 2010 بعد أربع جولات تصويت شرك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية في مدينة زيوريخ السويسرية ترجمة نانسي قنقر